وفي الشأن العراقي تشهد الأحداث السياسية تسارعا كبيرا في اليومين الأخيرين بدءا من التصويت على اللجان البرلمانية واستضافة وزير المالية وانتهاءا بعدم شرعية فتح باب الترشح مرة أخرى أمام المتقدمين لمنصب رئاسة الجمهورية بعد شد وجد من سياسي وزير المالية داخل قبة البرلمان بجلسة نيابية مكتملة النصاب تم فيها التصويت على اللجان النيابية 25 لجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل عقب اختيار أعضائها الذين ستتراوح أعدادهم بين 12 ل 13 نائبا في كل لجنة مهمتها التشريع ومراقبة الأخطاء بالحكومة المرتقبة تم تصويت هذا اليوم على 25 لجنة دائما من مجلس النواب بمختلف الاختصاصات تم شطر قسم من اللجان كلجنة الاستثمار ولجنة الطاقة وتم دمج بعض اللجان وشكلت لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس التواصل مع رؤساء الكتل لضرورة تمثيل كل اللجان في لجان المجلس الجلسة شهدت أيضا استضافة وزير المالية للحديث عن تغيير سعر صرف الدولار لأطرح تقريرا كاملا يشرح فيه أضرار إعادة رفع سعر الدينار العراقي وهو ما أيده برلماني لا عودة لسعر الصرف إلى سابق عهده لأن خفض قيمة الدينار في صالح الاقتصاد العراقي في الفترة الحالية وأعتقد بأن المرور ماضية ببقاء سعر الصرف على ما هو عليه ولكن على الحكومة أن تعمل في نفس الوقت على تعظيم الإيرادات غير النفطية لأن مع الأسف الشديد برغم كل الوعود والورقة البيضة الإيرادات غير النفطية حسب كلام الوزير ووكيل وزيرة حقيقة انخفضت كثيرا وفي قضم تلك الأحداث ولكن خارج أسوار البرلمان أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بعدم شرعية فتح الباب مرة ثانية أمام مرشح رئاسة الجمهورية ليصبح الحزب الديمقراطي الكردستاني بذلك خارج السباق الرئاسي من بغداد شام منعي اليمن اليوم